ما اضطرنا نشتغل فيها شاحنة ولا بدنا وجعي تهل راس تبع على القيادي وهي الرخصة وهذا المقص نحيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من بداية هذه السنة عشرين اتنين وعشرين الى الان لم اعمل ولا يوم طبعا انا عم بشتغل مع وكالي بتوفر ثائقين للشركات مثل ما اغلبيتكم بيعرف طبعا هذه الوكالي بطهلت بعتلي على دوام طب بعتتلي يوم واحد كان يوم جمعة وقلت الله انا يوم الجمعة ما بشتغل وبعدين لهلا ما اشتغلت بصراحة انا ما عم بتوصلهم وبخبرهم انه انا بدي اشتغل يعني هنين المفروض هنين يبعتولي لحانهم بس انا ما عم بتوصلهم ليش؟ لان انتو انا عندي شغل بالبيت كتير وعب بشتغل في ديكور الحيطان وعلى كل حال هلا انا يعني صراحة حابب انا غير الوكالي هذه او طلع على شركة اخرى وان شاء الله بهذا الفيديو راح نبحث عن شغل اخر بقى اذا انت مهتم بالامر تابعنا للنهاية لتعرف كل التفاصيل منشان انه في كتير ناس بتسألني اعطيني ارقام شركات بدها سائقين يا اخي هنا على الانترنت خوط لحالك انا والله ما بعرف انا عم ببحث امامك طبعا الاسف هلا واحد اذا عم تابعنا مبرر بريطانيا ما فيه هذول كلتهم لدخل بريطانيا فقط لا غير هلا دعنا نبدأ بسم الله اهه بدي هذي فنجان قهوة محترم منشان واحد يعني يركز بالبحث اول شان احنا بدخل على جوجل بكتب انديد هاي كتب انديد بسم الله موقع انديد هو موقع للبحث عن العمل ومواقع كثير يمكنك تبحث انت حتى على الفيسبوك على فكرة وعلى الجاماتري على شغل بس يعني طبعا المواقع اللي مخصصة للبحث هو انديد سيرش جوب حتى موقع الحكومي نفسه جوف دوت يوكي فيك تبحث منه عن شغل انا محب ابحث عن انديد مو انو محب ابحث عن انديد وكنت في جوب سنتر من زمان علموني على انديد كيف يشتغل عليه وحطوا لي السيفي تبعي كانت موجودة يعني كل شيء يعني مركز بس بس اكبس سمت ابليكيشن سمت ابليكيشن سمت ابليكيشن خلصنا ساويت شوية تعديلات بالسيفي تبعي ورجعت حطيتها على انديد يعني بعرف اشتغل على انديد اكتر من غير مواقع مول مش لي انو هذا بحبه انا عبي لك اشو بدك تبحث انا بدأ اكتب له كلاس 1 درايفر هذا كلاس 1 درايفر يعني سائق شاحني من فئة واحد بأي مكان في مدينة غلاسكو انا عبي بحث في مدينة غلاسكو فاين جوبس طلع للشغل هاي كو اب بدأ عمال يعطوا راتب 32000 باوند بالسنة و 760 باوند راتب قليل جدا طبعا هذه الشركة بتعطى من 32000 ل42000 باش شفت رقمين من بين لبين معناتها القليل للنهار لسائقين يلي بيشتغلوا بالنهار والكثير لسائقين يلي بيشتغلوا بالليل او يلي بيشتغلوا اوبرنايت يعني يلي بيناموا برا او يلي بيشتغلوا ثابت واحد يعني داخل دوامهم ثابت واحد مثلا هذه من 18 للعشرين لو فتحناها هذه من 18 بيطلع لك هنا الديسكريبشن بيقول لك 18 باوند هنا مثل ما انا شايفين بهذا السطر 18 باوند من الثانين الى يوم الجمعة و 19 باوند يوم السبت هذه 19 هنا و 20 باوند يوم الاحد انا طبعا انا بعد اشتغل بيشتغل من السبت الى يوم الاربعاء خميس جمعة باخده عطلي انا كم مسلم بدي يصلي الجمعة بدي هذا باخده للعطلي يوم الجمعة والخميس كمان باخده عطلي باخد خميس جمعة عطلي والسبت واحد بيشتغل هذا الشغل كويس بس انا عم بقرأ فيه ما فيه اي معلومات حول انه هذا شو بحمل شو بشتغل لانتو انا بدي اعرف هذا الشركي شو بتشتغل قبل ما اروح على عليا يعني هلا بركي كان هذي بتشتغل في الخمرة على الحل اي حرام او بركي بتشتغل في الخنزير او بالمواد الغذائية بشكل عام انا ما بحب اشتغل بالمواد الغذائية عب اشتغل بس يعني الحمدلله هذي الشركي تشتغل فيها بس مع ذلك فيه عندهم شبهات انا كرهت في هذا الموضوع بدي يغير من كتبين اي تفاصيل خلينا نحنا نروح نشوف غير شركي هذه 36000 باون بسنة ما منطلع فيها ابدا شوف هذا من 46000 باون بسنة معناته يقدر تطلع يوم او وترجع يوم الجمعة تشتغل أربعة إيام يعني أربع ايالً 추시에 overcعد وبترجع يوم السبت والأحد وهذا ما مشير معي والشغل هو يعني دليفاري بتشيل من هون بتحط من هون بتحط من هون اشع بتشيل واشع بتنزل ما بتعرف يعني بجيك اتصالات بيقول لك روح المكان الفلانة بتشيل منه هنه وروح وصلوا على المكان الفلانة ليس بتحسين ترفض هذه العملية 4300 هو 4300 كان حمولي خمرة لم تسحسين ترفض هنا خسرت الشركي إلا إذا حكيت مع الشركي أنا أصلاً ما بطلع بشتغل بره البيت أربع ليالي بره البيت أرجع بس سبت وأحد على البيت ما بدي كتبي لك أنا عبي يقول لك أنه هذا الشغل بيخليك تنام بره البيت أربع ليالي ما بيفهم معي أنا خمسة أيام بدأ تكون بره البيت شوف هنا أشي كتبي لك عبي يقول لك هذا الشغل ما بيتفع لك أغراند أغراند هو الألف باوند ألف بيسمو لك أغراند I'm getting a grand يعني أنا بحصل على ألف باوند أغراند هو الألف باوند This job doesn't pay you a grand بتنام بره البيت أربع ليالي بتشتغل خمسة أيام يعني بره البيت وما بيتفعوا لك ألف باوند ليش يعني هذا أقل شيء لديه نكون ألف لأنتي عبي تنام بره البيت أربع ليالي هنا شغل لك بط كان جرانتي ولكن نحن بنضمن لك that you end up with more in the bank than the heroes that own a grand awake نحن بنضمن لك أنه رح يصفي بحسابك البنك أكثر من البطل كيتمين أكثر من البطل يلي بيحصل على ألف باوند بالأسبوع اللي بيحصل على ألف باوند بالأسبوع هذا يعتبر بطل يعني king فهنا عبي يقول لك أنه نحن بنضمن لك مئة بالمئة أنه رح ينزل لك بحسابك البنك أكثر من هذا البطل يلي بيحصل ألف باوند بالأسبوع معنات الراتب ربما 1200 1500 والله أعلم هنا يقول له 46 ألف باوند بالسنة لو قسمناها على 52 أسبوع 884 لكن لا تنسى أنت لا تشتغل 52 أسبوع لأنه عندك أربع أسابيع يعني أنت يتعطلهم على كل حال نحن مرح نتصل له موجود رقمه هنا هذا رقمه يلي بيحب يتصل له هذا موجود هنا في غلاسكو على كل حال هنا في يول تنكر أنا طبعا للأسف ما عنده BDB هذا الBDB هنا بس هنا أشياء بيقول لك BDB Training يعني نحن نتفع لك حق لترينيك ولكن أنا قرأت هذا بزون والله وأعلم بدهم سنتين خبرة أنا ما عندي سنتين خبرة أنا عندي سنة ونص تقريبا هذا واحد وبدهم شغالي الثاني أنه ما عندي يكون أكثر من ثلاث نقاط على اللايسنس تبعي أنا عندي ست نقاط لأنه عندي ست نقاط ما بحسني أني أشتغل بهذا الشغل وهذا الشغل كثير حلو في هنا من 120 إلى 140 باليوم في ناس بتحاسب باليوم خود 140 باوند روح وصل الطلبية وتعال ربما نطول 10 ساعات ربما نطول 12 ساعة ربما نطول 8 ساعات بتروح وبترجع 140 باوند لكل حال أنا لكت تعبت من هذا الشي خلينا نبحث على شيء آخر ألا وهو 360 Exificator Search Glasgow أها هذا الشغل 360 driver Glasgow 19 باوند بساعة هذه الشركة بتعطي من 16 إلى 20 باوند بساعة هذه الشركة بتعطي من 16 إلى 18 باوند بساعة هذه الشركة بتعطي من 16 إلى 18 هذه من 18 إلى 21 362 Exificator شو هو هذا فرجيكم عليه هذا هذا الحفار دقر بسموه 360 Exificator عكل حال هذا هو راتبه من 18 إلى 21 16 إلى 18 من 16 إلى 18 باوند بالساعة الوحدة يعني 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 ما 16 باوند يعني ما 18 باوند حسب ما تشتغل أنت سبت وأحد وأيام الأسبوع وهكذا يعني شغله تقريباً يعتبر أفضل من الشاحن الشاحنة الشاحنة هنا كان عبي يقل له 15 باوند بالساعة ومدره نديش 30 ألف باوند بالسنة يعني يعني يا دوب عبي يوصل راتبك إلى 14 باوند بالساعة وهذا الشي يعتبر جداً 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 قليل مقابلة بهذا ومقابلاتها تنوي أصلاً في الكورسات يعني الكورس الشاحني بلساوي ثلاثة اختبارات نظري هو اختبار CBC واختبار الشاحني واختبار الهزر بسربشن يعني ثلاثة اختبارات وبعدين عندك الاختبار كلاس 2 وبعدين عندك اختبار كلاس 1 وبعدين عندك اختبار CBC الموديول 4 العملي يعني فهذه يعني 5-6 اختبارات بكلفك الموضوع 4000 باوند حتى تساوي رخصة الشاحني وبعدين بتشتغل على 14 باوند بالساعة أو 15 باوند بالساعة أو على 30 ألف باوند بالسنة أو 35 ألف باوند بالسنة أو أخينا نقول 40 ألف باوند بالسنة فيك توصل أكثر من 40 ألف باوند مثل ما شفنا ولكن فيه شغل بيتطلب منك أنه تنام برا البيت تكون أسبوع كامل برا البيت وأنا ما بيناسب نبي ناسب العزابي بس ولكن شايف هذا 360 الحفار كورس أعتقد هو مدته 10 أيام أو 5 أيام يعني أسبوع أو أسبوعين سعره لا يتجاوز ما أظن يتجاوز 1500 ألفين باوند وعبت حصل 18 باوند بالساعة و20 باوند بالساعة يعني خلينا نقول أقل شي 16 مثل ما مكتوب هنا أقل شي 16 16 باوند بالساعة هذا يعتبر رائع جدا رائع يعني بيوصل تقريبا هذا 50 ألف باوند بالسنة يعني إذا فيه شغل كل يوم هذا هنا وقفت إذا فيه شغل كل يوم رح يوصل معه 50 ألف باوند بالسنة وبظن هذا ما عندك يعني ما بيقلك والله انتي خلص انتهوا ساعات العمل تبعك انتهوا ساعات القيادة تبعك خلاص وقف شغلك لا في الشحنة عندك ما بتحسن تشتغل أكتر من 60 ساعة بالأسبوع شغل قيادي تقريبا أكتر من 90 ساعة بالأسبوعين مع بعض يعني إذا سقت هذا الأسبوع 56 قوي أكتر شي بالأسبوع الواحي 56 إذا سقت هذا الأسبوع 56 الأسبوع البعض ما بس 34 ساعة إذا سقت هذا الأسبوع 56 أسبوع البعض بدك تسوق بس 34 ساعة يعني هناك محصور بالقوانين تبع ساعات القيادة وساعات العمل أما هنا ما في عندك تقريبا أنا هيك شيف خلاص راح نعتمد على هذا 360 اكتفيكيتر هذا الحفار الدقر رائع جدا رائع رائع جميل جدا أولاد ابني خالد تعال نسأله خلينا نسأل ابني خالد أول شيء ما رأيك بهذا جميل جدا أشهذا جرافة جرافة ما شاء الله بتعرفها جرافة إلا إلا هنا جميلة جدا جرافة جرافة بيشتغل بالجرافة ولا بيشتغل بالشاحنة خلاص بيشتغل بالجرافة هل الجرافة أحلى ولا اللوري شاشة هذي شاحنة نعم شاحنة صفراء هذا شاحنة صفراء هنا وهذا شاحنة صفراء هنا هذا شاحنة حمراء وهذا شاحنة زرقاء وهذا شاحنة بيضاء على كل حال بابا جرافة صفراء هذي موش بنية. خلاص انا رح اشتغل بجرافة. جرافة بنية. نعم جرافة صفراء وليس بنية. بنية. خلاص انا اعتمادت هذي الجرافية. انا هلا بديت اتصل. واسأل علي الترينينج. ثاني بحث. ثاني صلو. خلاص حجزنا. شو هده بريد. انجاني بريد. افتح نشو فيه. لا معقول من شركة التدريب. حجزي لي موعدين. هذا موعد للهيرسان سيفتي لازي نكون عندي هيرسان سيفتي. وهذا موعد الكورس. هذا سوف نساوي لكم حلقات عن هذا الموضوع. ونعطيكم معلومات اكثر. وهلا الان فينا نتخلص من الشاحنة الى الابد ونقول لهم يا اخي ما اضطلنا نشتغل في الشاحنة ولا بدنا وجعي تهل راس تبع على القيادي. وهي الرخصة. وهي رخصة الشاحنة. وهي رخصة الشاحنة. وهي اسمة. طاهر زير رخصة القيادي. وهذا المقص. نحيك. صارت نصين. وهلأ بدأي ابعتها لل dvla. قالوا ان انا خلاص. عاي فيد اب. بطلت شغل شاحني. انا بدأي اشتغل بالحفار عندي حجي. هاي قصيتها وخلص من هالموضوع. دين هالبريد. نبعتها نصين. البوست اوفيس. تمام. عنوان dvla. dvla. هذا عنوان dvla. وراي هلأ ابعتهم. هاي الرخصة. الرخصة طارت مكسورة. نصيفه بعض. خلنا نشرب القهوة. وراي على البوست اوفيس هلأ مباشرة. هيا بنا. وراي على المقصة. نلتعب البوست اوفيس. هذا العنوان dvla. وراي على المقصة. جيد. العنواند. عملي كمي بعمل. انا عملي كمي بعمل. اشتركوا في القناة